فكر حضراتكم في أكتوبر 2019 كان فيه افتتاح لعدد من المشروعات القومية كالعادة وتحدث السيد الرئيس مع حضراتكم امتى؟ أكتوبر 2019 يعني من سنة وثلاث شهور بالضبط الرئيس قال لحضراتكم ايه؟ ان احنا هنطرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البرصة وقتها الناس قالت الكلام ده معقول يعني هل هنيجي في يوم نلاقي عندنا شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية اللي بالمناسبة اللي اسس هذا الجهاز الرئيس انور السادات جائز الناس فاكر رئيس عفتاح السيس اللي اسسه او رئيس مبارك او لا اللي اسس هذا الجهاز في عام تسعة وسبعين الرئيس الراحل البطل محمد انور السادات قرار بانشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تابعة لقوات المسلحة يعني مش من النهاردة من تسعة وسبعين وليه ادوار كتير وهتكلم عليها بعد شوية فالناس بس بذكر بس لحس الناس تكون ربطة الحواديد دي بالفترة الحالية او بعد الفين وحداشر لا تسعة وسبعين لو سمحت وكان ليه هدف وليه اهدف كتير يعني فلما طرح سيادة الرئيس هذا الكلام الناس ايه ما كانتش مصدقة اهو احنا بجد يعني ممكن لقى قوات المسلحة مشروعات شركات بتاعتها بعض منها انا كمواطن ادخل البورصة واخد اسهم وكذا واستثمر كان ايه الناس يعني زي حاجات كتيرة بيتشككوا فيها بس لما بتحصل وبالمسبه هتحصل هتحصل في الربع الاول من السنة الجاية هيحصل بشكل واضح انه خلاص الموضوع بقى ما بقاش النهاردة كلام بنقوله خلاص يعني فايز الدولة اللي بتقوله بتعمله طيب لما بتضرح النهاردة اتنين من شركات وجايز فيه تلاتة وجايز فيه اكتر من تلاتة جايز يعني فيه حاجات تانية اخرى هل انت النهاردة بتدي مجال للناس مع المستثمرين مع رجال اعمال اللي هو قطاع خاص يدخل في شركات خاصة بقوات المسلحة نعم انت حضراتك النهاردة لما يتم وبمناسبة هي شركات ناجحة جدا يعني تيجي تتكلم عن الشركة الوطنية اللي بترول اللي هي عندها محطات في كل حتة في مصر نجحة اللي مش ناجحة هكي اللي تقول انا يعني زي ايهو طيب شركة اهي قدام حضرتك دي محطة من المحطات المنتشرة في ربوع الوطن دي تابعة القوات المسلحة جهاز الخدمة الوطنية تابعة القوات المسلحة لما تيجي تطرح شركة المية صافي اللي الشهيرة ومعروفة دي قد ايه يعني الناس يعني وجودها في السوق وتوجودها في السوق قد ايه انت بتكلم النهاردة على شركتين كبار هتطرحهم للناس هتبقوا موجودين في البورصة وبالتالي يحق لأي مواطن عايز يستثمر وعايز يشتري اسهم ويشتغل ويدخل يتفضل يشتغل على ده لأسهم دي هتبقى متاحة لكل الناس وهو استثمار في البورصة نتكلم على حدث لم يحدث من قبل ولكن عندما يتحدث الرئيس ويتكلم للناس بينفذ الكلام ما بيقولش كلام وبعدين لا لانه الكلام بيبقى اولا مدروس ومعمول تقييم كبير جدا وبالتالي يطع رئيس يتكلم يقول لحضراتكم طيب تعال اسمى حضراتكم الاول عشان يبقى انا بتكلم على الارض الارض الواقع ارض الواقع ونتكلم الكلام الواضح عشان لو حد كان بينسى اوريه حصل ايه في اكتوبر الفين وتسعتاشر الكلام الواضح نشوف المصرية بتجاهزها اللي طرحها في البورصة لابد ان يكون في فرصة منها لشركات القوات المسلحة يعني لازم شركات دي تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين انه هما يبقى ليهم اسهم فيها في هذه الشركات وبالطريقة دي يبقى احنا هنا فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات اللي انا بيقول انها فرص تجاحها فرص كويسة شوفت اسمعت حضرتك يبقى ايه كلام سيدة الرئيس اللي كان يام 31 اكتوبر 2019 قدام حضرتك اهو بنعرضوا عشان الناس يبقى وقتها اللي كان متشكك لا انت بتكلم النهاردة خلاص انت داخل على هذا الطرح الطرح لما تكلم خبراء الاقتصاد ووقتها الناس بدأوا وقالوا يا ريت والله نتمنى بدأ هذا الكلام النهاردة انه يبقى فيه مشاركة وانه حتى اكتر من كده الرئيس قال ان احنا بنجاه المشروعات اللي احنا ما بتتحها النهاردة بتتكلف كذا وكذا ما فيش فيش مستسمر او رجل اعمال او قطاع خاصة يدروا يعمل مشروع من المشروعات اللي احنا بنعملها محدش يتحمل هذه التكاليف ولكن احنا بنخلص مشروعات وانه نقولوا متفضلوا تعالوا معنا بنك الدولة مبارح عمل تقرير مهم عن مصر جدا ده التقرير بتكلم على الوضع الاقتصادي في مصر كله اسواق اللي موجودة احنا عملنا ايه مشاركة القطاع الخاص اخبارها ايه كويسة ولا مش كويسة انا وقفت قدام وعدت اقرأ في التقرير كتير امبارح والنهاردة امبارح ما كانش عندنا وقت ولكن قلت النهاردة ايه نقعد نشتغل على شوية على التقرير ده مهم او لينا مهم لينا ومهم كمان للدولة ومهم لكل الناس انه هو بيتكلم في حاجات كتيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة